اشتركوا في القناة واغتنم هذه المناسبة لوارب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في زل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين لقد أجريت اليوم مع الرئيس الغزواني مباحثات مكسفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية وقد عكست المشاهرات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق على المستويات كافة أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وموريتانيا ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها وفي هذا السياق اتفقنا على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلاً عن صورة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العلية المشتركة المصرية الموريتانية خلال هذا العام بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز قرر التعاون والتنسيق إذا كافة القضايا زاد الاهتمام المشترك من جانب آخر تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توفقنا حول أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بعد في الحفاظ على الأمن القوم العربي وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية وبحثنا أيضاً آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبزولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته نحو دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توفقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمن محدد تنفيذاً للمقررات الدولية ذات السلة تشعرنا كذلك بشأن تطورات الأوضاع في السودان وأكدنا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ومنعها من الانهيار وتكسيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين ومن هذا المنبر فإننا نحس جميع الأطراف على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها من ناحية أخرى تناولنا ملف سد النهضة الإثيوبي وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حوض النيل حيث أكدنا أن الأمن المائي المصري هو جزء ليتجزأ من الأمن المائي العربي وشددنا على أهمية حث أثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتين المصب وذلك من أجل إبرام انتفاق قادوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الافريقية في ظل الدور الحيوى الذي تقوم به كل من مصر وموريتانيا في هذا الشعل مع استمرار التنصيق والتعاون في إطار الاتحاد الافريقي وموصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الافريقية بما يمكنها من تجاوز التحديات وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائل أبناء قارتنا العريقة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لقد أسعدني لقاؤكم اليوم وأنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبين الشقيقين ويلبي تطلعتهما متمنيا للشعب الموريتاني كل الخير والاستقرار والرفاهية تحت قيادتكم الحكيمة ووجد الترحيب بكم في بلدكم الثاني مصر شكرا لكم شكرا فخامة الرئيس أشكركم سيد الرئيس على الدعوات الكريمة التي مكنتني من خلالها أن أكون اليوم معكم في أرض مصر في أرض الكنانة وأهنيكم وأهني الشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت لمصر في العهد الميمون لأرخامة الرئيس والفتاح السيسي ويحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات لأننا نعتبر أن كلما أنجازت مصر هو لنا جميعا فقوات مصر هي قوة الأمة وبالتالي إذا كان الوضع في مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسنا مصر نعرف جميعا ما تمثله في وجداننا جميعا في وجداننا كعرب وفي وجدان الموليتانيين بالصفة خاصة لمصر مكانتها في وجداننا ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى الدور التاريخي الذي لمصر وللدور البارز الذي تلعبه مصر وما فتأت تلعبه وما زالت تلعبه ونتمنى أن تبقى دائما تلعبه في القضايا الكبرى لأمتنا العربية ولأمتنا الإسلامية ليس عندي ما سأوضفه كثيرا على ما تتطرق إليه أخي خانة الرئيس أعطينا الوقت الكافي خانة الرئيس وأنا للتعاطي في كل ما يهمنا في القضايا المطروحة في منطقتنا العربية وفي منطقتنا إفريقية وكما تفضل فخامة الرئيس تطرقنا على مواضيع مهمة مثل الوضع في ليبيا والوضع في السودان وتطرقنا على مواضيع أخرى إلى مواضيع أخرى مهمة منها مياه النيل ومنها حق مصر في مياه النيل وتطرقنا على صبر مصر والصبر الذي تتحذى به القيادة المصرية بحكمتها في التعاطي في هذا الموضوع المهم جدا تطرقنا على الوضع في السودان ونتمنى أن يكون الخطر أن نكون تجاوزنا المحطة الصعبة في السودان وأن يكون القادم أحسن وأن يستطيع إخوتنا في السودان التغلب على الوضع القائمة وعموماً نحن سعداء بوجودنا اليوم في مصر وجه أخي فخامة الرئيس بالتعاطي بإيجابية حول المواضيع التي تم تناولها فيما يخص التعاون بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين وقد تفضل فخامته بإعطاء توجيهاته السامية في هذا الإطار ونأمل ومتأكد أنه مسبقاً بأن النتائج سوف تكون كما نريدها جميعاً وتكون لمصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين إن شاء الله شكراً فخامة الرئيس شكراً فخامة الرئيس